في الفيديو هذا حنتكلمه بعون الله عليه القواعد البيانات الأخرى اللي ممكن الواحد يتسأل عليها لما يجي يبي يبحث أو يبي يستخدم بابميد السؤال اللي ممكن يسأله هو باهي البابميد هل هي الكواليتم تاع البيبرز اللي في البابميد هل هي ممتازة طبعا بدون شك إن البابميد هي الجولدين ستاندرد للميديكال سيرش لما أنت تبدير سيرش على بابليكيشنز اللي هي بايوميديكال بابليكيشنز عندك البابميد ضروري إنك أنت تستخدمها يعني بشكل مش هنقول إنها بشكل حصري لكن بشكل اضطراري ضروري إنك أنت البحث متاعك يكون معتمد اعتماد كبير جدا على بابميد لأن الأوراق متاحها زي ما قلنا يتم فحص المجلات بابميد ما تقدرش أنت تحط فيها ورقة أنت ولا تجد تحط فيها مجلتك إلا بشروط معينة للأسف مؤخرا فيه من تكلم عن موضوع إن الأوراق ولت مش ولابد في بابميد طبعا الكلام هذا مش مش يعني بشكل عام أو إن فعلا الخطورة متاعها تخلينا منشوفه حاجة تانية مش هيكي لكن فيه طبعا العلماء خايفين إن المصدر المهم جدا هذا إنه تلوت ففي لانست مثلا في ورقة بعنوان بابميد شود رايز بار فور جورنل انكلوجين لأن بابميد يتحدد مني الجورنل اللي موجودة ومني مش موجودة فهم يبقوا يرفعوا الشروط بحيث إن راهوا الجورنل يعني لازم يكون عندها شروط قوية باش تكون موجودة في بابميد وعلاش قالوا؟ قالوا إن فيه برداتري جورنلز راهوا ولد تخش باش يستفيدوا من الوصول طبعا لأن الناس تبحث في بابميد فهما لو كان الناس ما تبحثش عليهم هما وهم مش موجودين في بابميد فالناس ما عاشتوا حتنشر معاهم فقالوا إن راهوا في جورنلز تبي تستفيد من الأمر هدايا وهي راهوا موجودة هم قالوا رقم تقريبا إن معاشت نذكرها تقدروا تشوفوا الورقة دوروا تبحتوا عليه عنوان الورقة هذه طبعا لانسيت المجلة معروفة جدا يعني والكلام هذا فعلا يعتبر خطير ومش لدرجة زي ما قلنا لكن هو تحدير يعني يعني زي الانتبهوا معناها وفعلا تقريبا بابميد تنحي في بعض الجورنلز وموجودة القوائم بالجورنلز ومتاع البرداتري جورنلز اللي هي تاخد منك فلوس وهي ما هيش يعني ما هيش جورنل حقيقية أو جورنل محترمة يعني فهذا يعتبر نوع من التحذير أو التندير أو الإندار عفوا فهذا يعني الملخص الموضوع هذا أو ملخص سؤال هل بابميد يعني البيبرز اللي فاها الكواليتي متاحهم عالية هي بابميد ضرورية جدا لا استغناء عنها لكن للأسف مؤخرا ممكن الواحد يحتاج انه يدقق أكتر يشوف القوائم الخاصة بالبرداتري جورنلز باش ما يقعش في انه ياخد مثلا معلومة غير صحيحة لأنه كانت منشورة من غير مسير لها بيريفيونج ممتاز بالنسبة لي قواعد البيانات الأخرى زي مثلا كوكرين وزي إمبيز اللي هم قواعد بيانات مختصة بالكلينيكل ترايلز مختصة بالكلينيكل ترايلز بالسيستماتك ريفيوز بالحاجاتها هي بشكل عام بابميد كافية نوعا ما ولكن من الضروري جدا للشخص اللي يبحث عن بالذات عن نتائج معينة لأدوية اللي هي الأبحاث لكلينيكل ترايلز والسيستماتك ريفيوز وغيرها لازم ما يكتفيش ببابميد لازم يستخدمهم هم الضروري في أوراق تكلمت على الموضوع هذا تقدروا تجدوا تشوفها واحدة منهم هذي مثلا قالت قالت في جملة قالت مفروض ما يعتمدش على داتابيز واحدة فقط مفروض يستخدم أكثر من داتابيز تاني ورقة تانية قالت إنه يونيك كونتنت مش موجود في بابميد لكن موجود في الامبيز والسينال فهذه حتى هي تأكد أنك لازم تستخدم أكثر من قاعدة بيانات مش بابميد فقط فيه ورقة تانية قالت قالت نحن لم يلقناش فرق كبير ممكن لأنه استخدموها أو اللي استخدموه تقدروا تقرأها طبعاً لورقة هذي ممكن الكي وورد استخدموها أو الحاجة اللي بحتوا علىها ما كانش فيه علىها اختلاف هلبة لكن الأشياء التانية ممكن يكون فيها اختلاف فزبدة الموضوع هذا أو يعني إجابة على السؤال هذا إنك إنت لما تبت تدور على بالدات والسيستماتك ريفيوز والحاجات هذي لازم تستخدم أكثر من قاعدة بيانات ما تعتمدش عليه البابميد فقط تمام حاجة تانية اللي هي البابميد سنترل نحن لمحنا علىها البابميد سنترل هي الخو صغير متاع بابميد ماشي هي الخو المجاني اللي يعطي بالمجان طبعا بابميد سنترل هي قاعد بيانات مع البابميد اللي موجود في البابميد موجود في البابميد سنترل لكن اه اللي موجود في البابميد سنترل هو موجود في البابميد لكن اللي موجود في البابميد مش كلها موجود في البابميد سنترل تمام؟ لأن اللي موجود في البابميد سنترل هو المجاني فقط اللي تقدر تحمله تنزله كPDF تمام فممكن لو أنت تبي تبحث على شيء مجاني تبي تقرأ شيء سريع حاجة مجانية تبي تنزلها مباشرة تستخدم باب ميد سنترل تكتب في جوجل باب ميد سنترل وينطبق عليها نفس فكرة الباب ميد أو تدير في الفلتر متع باب ميد دير فريفول أرتكلز فتطلع لك كل الأوراق اللي موجودة في باب ميد سنترل الناشنال لايبرري أوف ميدسن هي عبارة عن الحاضنة متع باب ميد تمام تقدر عن طريقها الفكرة أنك تقدر عن طريقها تبحث عن الجورنلز اللي موجودة في اللي موجودة في باب ميد لو كان مثلا على سبيل المثال يعني دورنا عليه جورنلز مختصة بالديبيتس فاكتبنا هنا دايبيتس مثلا ماشي في الـ NLM حيطلع لك مش نتائج أوراق لا حيطلع لك نتائج مجلات فاها كلمة دايبيتس في عنوان المجلة تمام ويطلع لك طبعا تفاصيل المجلة في مثال تاني مثلا كنا كتبنا المجلات يفاها كلمة ليبيا أو هي صادرة من ليبيا طبعا للأسف حطلعنا مجلة واحدة اللي هي الـ Open Veterinary Journal وهي مجلة ممتازة جدا بارك الله في الدكتور دغيس إبراهيم دغيس أنه كان مسؤول على تأسيسها ومتابعتها بارك الله فيه يعني فللأسف هي الوجلة الوحيدة اللي موجودة في الـ NLM Catalog كان مجلات يعني من المجلات المحترمة تمام فحتلقي أن الـ Country of Publication ليبيا تمام بحي ممكن منكم يتساءل وين الـ Libyan Journal of Medicine Libyan J.Med هي اختصارها Libyan Journal of Medicine وعلاش ما تطلعش لما نكتبوا ليبيا لأن الـ Country of Publication United States ممكن مؤخرا لأن الـ Publisher ولا Tyler and Francis فهذا وعلاش أن الجورنل ما تطلعش لما تكتب ليبيا تمام ما نعرفش وعلاش طبعا ما عرفش سبب آخر لكن موجود أن نراه المسؤولة علىها هي ابن سينا Medical Association وأنها يعني Publisher ليبيا كذا هذا الأول تمام هي الـ Association لكن الحالي هو Tyler and Francis ممكن الحق نستفيده من تغيير حاجة زي هكي لو نقدروا يعني in the country of publication لكن هذا يرجع طبعا للمسؤولين على المجلة تمام فهذه مش قاعدة بيانات هذه يعني حاجة تانية ممكن تستخدمها باش تبحث عليه المجلات تمام اللي هي تتقدم منها البابميد وأخيرا بالنسبة لي الـ Others من غير بابميد اللي هو يعتبر أهم واحد من غير بابميد هو جوجل سكولر مش أهم واحد من ناحية من ناحية الحجم أو من ناحية الدقة لكن لكن الاختلاف بين نتائج بابميد و جوجل مهم وعلاش لعدة أسباب أول سبب إن الجوجل سكولر يحتوي على أوراق ممكن تكون مهمة لكن مش في مجلات موجودة في البابميد فممكن يطلع لك أوراق مهمة لكن مجلاتها مش موجودة في البابميد تقدس تخدم جوجل سكولر باش تلقاها تاني سبب بالدات في ليبيا هنا في مثلا مجلات كيف طالعة مازال ما وصلتش للبابميد مازال شروط البابميد منطبقش علىها فهم فيهم نتائج مهمة تتكلم على الليبيين وعلى ليبيا وكذا لكن للأسف مش موجودة في البابميد فمن الجيد أنك تبحث عن المجلات هادي وعن نتائج هادي في جوجل سكولر تمام جوجل سكولر طبعا ما هوش قاعدة بيانات هي عبارة عن يعني كراولر يقولون يعني شي يبحث يبحث على أي شي يشبه يشبه الورقة البحثية تمام بنوعا ما يعني فاستخدامه يعتبر خطير ليبي شوية حدر لكن في نفس الوقت في الحالات هادي إنه هي مرات ما تلقاش تتكلم عن البلدان معينة أو مثلا اللي في المجلات اللي ما زال مصلتش لبابميد لكن هي مجلات محترمة هادي الاستخدام الجوجل سكولر هنا مهم تمام ممكن حتى استخدامه في الأشياء اللي ممكن تكون باللغة العربية يعني بابميد ما فيشي طريقة هادي كديش تكتب باللغة العربية في البحث مش هيطلع لك شي تقريبا فتقدست تستخدم جوجل سكولر للبحث عن الأوراق اللي باللغة العربية اللي ممكن تكون مفيدة في جوانب معينة وتم نشرها باللغة العربية يعني تقريبا هذا هو بالنسبة للأذرس للقواعد البيانات التانية أو بعض الملاحظات على الأشياء هادي بعون الله الفيديوهات القادمة هنتكلم عليهم كيف انت يكون عندك تحكم أكبر ويكون عندك كستمايزيشن للبابميد ريزولتز عن طريق منك تفتح أكاونت السلام عليكم